أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تستهدف أن تصبح منطقة السخنة مركزاً إقليمياً رائداً في صناعات الهيدروجين الأخضر تزامناً مع التحول العالمي لاستخدامات الطاقة النظيفة وفي بيان نشره مجلس الوزراء أشرت المنطقة إلى أنه تم توقيع ست مذكرات تفاهم باستثمارات عشرة مليارات دولار لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى شركات والتحالفات العالمية لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير الأسواق الخارجية